بعد تطبيق نظام الدفع الالكتروني في بعض دوائر الدولة ومنها جنسية وجوازة اتجه أصحاب مكاتب الاستنساخ المنتشرة أمام أغلب دوائر الدولة في كاركوك إلى توفير بطاقات الدفع الالكترونية وتعبئتها بالأموال وتأجيرها إلى المراجعين الذين لا يمتلكون بطاقة ذكية تمكنهم من دفع الرسوم والله استاذ احنا نعتبر نفسنا ما نسوي شي غلط احنا جاي نسهل أمر المراجعين اللي ما عندهم ماستر كارد وماستر الكارد هو المعاملة ومراجعة المعاملات تدري بها شقد متعبة بالعراق فخطية المواطن يجي يراجع ويبقى على دفع الرسوم ويرجعونه فاحنا نسهل أمرهم نمطيهم ماستر يروح يدفع الرسوم مالته ويراجع الماستر ونأخذ ايجار اجور رسوم اجور 3000 و 4000 دينار أما هل نستفادها من مشي أمور المراجعين تتفاوت أسعار ايجار بطاقة الدفع الالكترونية بين مكتبة واخرى فبعضها تؤجرها ب3000 وبعضها الآخر يصل سعر الايجار لديها إلى 5000 دينار عراقي راجعت إلى الدوار الحكومية فمنها يجي تنطر رسوم مالتي قالوا ما يصل إلى ماستر كارد فطلعت خارج على المكاتب البرة يأجروا لي ماستر كارد 4000 دينار كملت مع عامل تي بي ورجعت إلىهم المراجع الذي يستأجر البطاقة الذكية يحصل على رمز البطاقة ويدخل الدائرة بمراقبة صاحب المكتبة وبعد دفع الرسوم واستحصال الشريط الذي يكتب فيه المبلغ المقتطع يعود المراجع إلى صاحب المكتبة ليسدد له المبلغ المقتطع نقدا بالإضافة إلى مبلغ إيجار البطاقة يعد أصحاب المكاتب استئجار بطاقات الدفع الالكترونية خدمة مقدمة إلى المراجعين وتعود هذه الخدمة بمنافع عمالية لهم وتسهل أمر من لا يمتلك بطاقة دفع الالكترونية من كاركوك عمار حامد يو تي في